تصر إدارة بايدن على أن لا عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون خطة حقيقية لإجلاء المدنيين موقف ثابت لم يتغير لكن ما تسعى إليه الإدارة الآن هو إقناع الحكومة الإسرائيلية بالبدائل وهي ملاحقة الألوية الأربعة المتبقية لحماس في رفح عبر استهداف مباشر وعدم المس بالمدنيين وتأمين الحدود مع مصر واستمرار التدفق المساعدات الإنسانية عبر مرافق رفح وحديث عن إرسال قوة حفظ سلام دولية البيت الأبيض يعمل الآن على ترتيب لقاء جديد الأسبوع القادم مع الوفد الإسرائيلي الذي ألغى الزيارة المجدولة سابقا بعد امتناع واشنطن عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن قرار أغضب إسرائيل وزاد من حدة التوتر مع واشنطن هناك تأييد كبير لخطة إدارة بايدن بين المشرعين الديمقراطيين لكن الجمهوريين يقفون قلبا وقالبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ويدعمون خطته بغزو بري لرفح دون أي ضمانات لحماية المدنيين في النهاية لا شيء مؤكد وبايدن لم يقرر حتى الآن فرض أي قيود على بيع الأسلحة طبعا في حال قررت تل أبيب تجاهل الخطة الأمريكية ودخول رفح اشتركوا في القناة